السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب رجاء مرحبكم اليوم في دي جديد الفيديو هذا جهة خير جيب لكم منتجات اللي استخدم هنا بالنسبة لي العام 2020 كأكسيسوريز بي سي حقيقي رحض لكم جميع الروابط حققتها تحت في الوصف من أمازون طبعا السعودية كلها في شيء قيمة معقول وشيء قيمة غالي لكن إن شاء الله نشوف شيء ممتاز فأنا ما في طب الفيديو أكثر كده لا تنسى تضغيل اللايك سبسكرايب وشير قرب لنوصل ستة وعشرين ألف وعلى ثلاثين ألف قريب إذن الله تعالى فخلونا نبدأ الفيديو طيب جوعة الخير أول شيء نبدأ عندنا فيه اللي هو الريزر هانسمن إليت كيبورد جوعة الخير من رايزر من أفضل كيبوردات عند رايزر كيبورد جدا ممتاز كيبورد يعني ميكانيكي طبعا يجيك عندلك سويتشات اللي هي اللينيار أوبتكال سويتش اللي تجي لون هب زي البربل أو اللون بالنفسجي وفيه الكليكي اللي عندي طبعا أنا كليكي اللي هو جي كلونه أخضر لكن إذا أنت تفضل أني كون صوت الكيبورد ما هو مرة عالي خذ اللينيار الميزة الكيبورد هذي جمعت أخيار فيما داخل USB على الجامب في واحد وفيما تخلى حق صوت وإذا ما تشوف تقرأ تتحكم في الفيديو من ناحية تطوير وتقصير وتقديم الفيديو وتقديم الفيديو برضو عندك نفس الRGB يدعم أكثر من 16 مليون لون برنامج نفس رايزر وفيه هنا زي يقولك الرست arm أو وشيزا كده أو اللي هو نسيت تسمونها سراحة العموم إن تكون من الجلد هنا فتكون جدا مريحة بأكسبة كيبرة تأتي بلاستيك وبرضو راح تكون بها RGB وهنا كلها كيبورد طبعا يدعم RGB جوة الخير وبرضو لكن سراحة اللي شوف أنا ناقص الكيبورد هذا زار تخصيص ما فيه زار تخصيص للاسف مع قيمته جدا غالية طبعا قيمته 765 ممكن تحصله أرخص مواقع ثانية يعني مع الشحن لكن تقريبا أنا أخدتوا نفس القيمة هذه تقريبا يعني أغلب شي بسيط لكن أخدته زي ما نقولون على وقته ونتكلم قبل فترة طويلة شوي تقريبا قبل سبع الشهور أو شيء زي كده فالآن يمكن تحصله أرخص على العموم الكيبورد جوع تخير جدا جميل والكيبورد يجيك full size زي ما تشوفون اللي يحبس full size راح يعجبه طبعا الشي هذا اللي يحبس صغير ما راح يعجبه الكيبورد أبدا طبعا زي ما قلنا راح تجيك brown أذرا تجيك بال purple switch اللي هي linear في زي ما قلنا clicky ثانية اللي تجيك على نفس اللونها أخفر فأنت تختار لي أن تبغى لكن أنا لم أحطت اللي ليش محطت clicky هنا لأن قيمته تقريبا 1000 ريال فقيمته غالي هنا في Amazon فأحطت هنا linear line وما هو فرق كبير جدا ومن أفضل الكيبوردات صحيحة الكيبورد هذا وشكل عام الكيبوردات ريزر جعتها خير ممتازة جدا 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 يعني من ناحية quality ممتازة ومن ناحية استخدام ممتازة ومن أفضل الكيبوردات حتى انك تستخدمها مثلا لراحل اليد لكن مشكلة أنها للاسف عن ريزر غير عن أي شركة ثانية مثل كيبورد كله بلاستيك وما عدل هذه جلد لكن كيبوردات ثانية مثل الكورسير يأتي بألمنيوم مثلا ذاكي يعطينا جودة أحسن لكن أنا جربت وجربت الكورسير لكن ريزر أحسن بوجهة نظري الخاصة يعني مو بشرط أنه فعلي يصبح أحسن فإن سترتاح أكثر مع الكورسير لكن عندي الكيسة منتي اللي هو الونا أبيض هذا أفضل منه صبعا العموم هذا شيء الشيء ثاني اللي عندنا اللي هو الهايبر اكس الفيوري الاس برو اكس ال طبعا اللي هو الماوس باد الماوس باد هذه جوة أخير زين عندي تجيك من هايبر اكس طبعا قيمتها 179 ترقى وتنزل قيمتها جوة أخير ما هي ثابة تنزل مشوفم فيه هنا ناس تبيع أرخص 145 راح أطلكم كل السعر على العموم جميزاتها جوة أخير أن هذه مقاومة للماء يعني حتى لو أنكم عليها ما راح تسحبها نفس الماوس بادة تمسحها وخلاص برضو عندك الماوس بادة جاية ما هي ناعمة مرة ما هي خشنة يعني ما هي ناعمة اللي ينزل فيها الماوس ولا هي الخشنة اللي تطلع صوت لا 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 طبعا تعتبر يعني ما هي البلاستيكية طبعا ناعمة اللي تطلع صوت ناعمة اللي تطلع صوت حتى يقولك أن الأطراف ما راح تنفك معك الخيوط اللي عليها فتكون جدا ممتازة تجاه حجام طبعا اللي عندي الكبيرة اللي هي الـ XL برضو يقولك هنا نفس السيرفس في الـ Optical Tracking راح يكون ممتاز مع الماوسات اللي بها Optical برضو أنها ممتاز يعني نفس الفوم الموجودة جمعة الخير حق نوس باد جدا ممتاز وقد حطيت له مقطع لنفس الماوس باد وقرنت له مع ماوس باد حق ريزر اللي هو فاير فلاي البلاستيك صباح تنسيئ ذاك جدا لأنه البلاستيك طبعا يجب أن تشوف الإيجيك بأربع ميجا ساعة مختلفة أنا عندي أكبر واحد وأنا نصحك دائما نكتاخد أكبر واحد أو أقل منه عشان ترتاح ونتحرك الماوس طبعا جوت الخير هذا تقريبا الماوس باد له عندي أكبر من سنة ونصف تقريبا ما شاء الله ما تحرك أبدا طبعا تقدر تغسله متى ما بغيت يرجع جديد ما شاء الله يعني كدهية وكده حتى ما بن عليه لا تغير لون ولا صار شيء مع أن يستخدم الجهاز اليوم ست ساعات خمس ساعات ما شاء الله ما تغير في شيء طيب هذا الهايبر اكس طبعا فيه شركة كثيرة لكن أنا أفضل سابقا هايبر اكس لأنني أنا مجربه جدا ممتاز برضو عندي هنا إجابة الخير اللي هو ست سير سيريوس آآ 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 أنا عندي استخدامها صرحة اللي معجبني فيها جوعة الخيار السماعة هذي أكثر من شيء منه وشيء إنها خفيفة الشيء الثاني إنها تدعم 7.1 طبعا ما هو حقيقي لكنه يعني زي بتقوله محسن إنه يكون كأنه حقيقي طبعا جوعة الخير تدعم للبي سي ولل بلاي ستيشن تقدر تشبكها برضو عندك بأكثر من جهاز تقدر تشبك الجهاز لاسلكي والجهاز الثاني بنثل بل آي او اكس يعني شيء ممتاز صرحة شحنة جدا يطول جمعة الخير ومريحة جدا الباتز حقتها وزي ما قلت خفيفة آآ فيه أنواع منها ثري وفايف وسبن وعندك البرو كله بسعره لكن اللي عندي سبن زي هذي بالضبط استخدمها الحين تقريبا من 2019 بداية السنة آآ سنتين عندي أو نتكلم تقريبا أو سنة ونصف عدرا عدرا سنة ونصف آآ لكن إلى الآن ما وجدت منها أي شيء إلا شيء واحد جمعت الخير بها عيب واحد فقط اللي هو المايكروفون حقها آآ بالدسكورد وكذا أمورها كويسة لكن إذا أنت بي مثلا تسجل عليه أو مثلا تلعب عليه البستيشن يعني فاشل جدا سيّل أبعد درجة سرعة المايك حقها لكن اللي بيلعب على البي سي وعلى الديسكورد وهذا الديسكورد فيه برامج تصفي الصوت عندك ورح تقوم بعمل نوازي فهذا شيء ثاني والسماعة هذه جمعت أخير أخذها جائزة قبل سماعة عام 2018 فستحسب لهم صراحة وخفيفة زي ما قلت أهم شيء صراحة في السماعة إنه تكون زي الباتس هذه اللي هي هنا فعلم أسهل عليها الباتس هذه إنه تكون مريحة إنه ولا تكون حتى جلد تكون كأنها مخمل هنا عشو لو قاعدت عليها ساعة طويلة الإذن عندك ما يكون بها يعني تعريق أو شيء كذا ثانيا إنه نفس القاعدة اللي هنا صراحة قوية يعني أكثر مرة تطيح مني من الطيحة وهذا ما تنكسر والهنا زي ما شون وراء القطع هنا جايح ألمنيوم فما عطيت السماعة صراحة كبير زي ما شون هذه القطع هذه فجودتها جدا عالية وزي ما شون فيها زي المطاط هذا أو زي ما تقول للراس فما رح تضغط على راسك زي بلاستيك السماعة الثانية تقضي تقصر على ما أنت بي وقنت السماعة ب 658 أتوقع اللون الأسود إنها أرخص فلتشوفها أنت مناسب لك أخذوها لكن اللي عندي زي هذه بالضبط وأنا أخذتها تقريبا جوعة خير كان عروض راس السنة أنا بأذكر ليلة أهل الله كانت قيمتها تقريبا ب 490 أربعمية وثمانية ما أتذكر بالضبط لكن هذه قيمتها 650 معقول جدا أحولها يعني لكن ما زال مع رتفاع الساركشي يعني ما زالت أن السماعة نوعا ما بالرينج هذا نتكلم عن 700 ريال تعتبر سماعة ممتازة لأن ما في منافسين صراحة 700 ريال كويسين اللي ممكن هايبر اكسل اللي هي كلاود ألفا ونتكلم لو نتكلم واحد يقول الأسترو الأسترو بقى الألف الأي فورتي صح راح تجيب قيمتها ب 800 ريال لكن بدون الميكسر فما لها فائدة صراحة بدون الميكسر لازم كش تسوي بالسفتوير وهذا وتتعم معها برضو السماعة هذه برضو لها سفتوير تقدر تفعل وتنزل أشياء من السماعات اللي بها راحتك يعني تحت مداتة مداتة اللي أنتبي تخلي تسوي بوغرامة السماعة بها تطفي تبع المايك أو متشغل السماعة شغال أو لا من أشياء هذه برضو من خلف أتمنى لهم فيه متصور هنا من الخلف من الخلف لها زرار تحكم من تشغيل السماعة و أنك تطفيها و أنك تطول الصوت و تقصر الصوت و تطول صوت المحادثات و تقصر صوت المحادثات يعني منفصل عن بعضها فصحت شيء ممتاز كما تشرع على البي سي و على البلاي ستيشن 4 و برضو 5 يعني الحين طيب عندي المايك اللي هنا جمعت الخيالا اللي أستخدم و أتكلم فيه حاليا اللي هو بلو ياتي زي هذا لكن اللي عندي ما هو البلاك أوتي جماعة الخير اللي عندي نفسه لكنه سيلفر هذا الفرق اللون فقط ولا نفس المايك نفس كل شيء نفس الدرايبر نفس بتاع كله قيم 833 أنا أخذ تقريبا كم قبل سنتين أو ثالث سنوات أخذته تقريبا 500 أو 599 600 ريال تقريبا لكن قبل الضرائب فحين مع الضرائب يعني 800 يعني نوعا ما معقول و غير هذا هذا النسخ السوداء النسخ السوداء أغلى كانت أنا لا أذكر أنا من النسخ الفرضية فإذا حصلت النسخ الفرضية ممكن تحصل لكن لم تحصلت بأمازون فتوقع تكون أرخص 100 ريال على العموم نقول نشوف نمبر 1 بريميوم USB مايك قلوا أنه أفضل يعني اختيار العالم نقول أفضل كيبورد في العالم من ناحة مايكات كيبورد أنا يا الله قلوك أفضل مايك في العالم يعني من ناحة USB مايك يعني USB ماهل XLR فالمايك زي هذا نتكلم عن هنا زي فيه اللي هو الكودكاست هايبر اكس اللي كانه دفاعي هذا هذي كلها تعتبر و السنوبول برضو من شركة بلو كلها تعتبر USB وميزة USB جعلت أخير عن XLR شبك وسجل أو شبك وشغل ما تحتاج أن تفعل أي شيء ثاني أمورك السليم إلا أن تفعل شيئة وسيطة بعد أن تخلص التسجيل لكن الكلام مشكلته سالفا أعلى لذي مثل تضبط العددات وتطول وتقصر فأنا جربت اسال الر فترة لكن حلوة لكن انه راح يشغلك بالنسبة لي انا شوفه في بلويتي شبك شغل خلاص ومورك في السليم وكل شي تمام لكن في مشكلة واحدة انه يلقط اي صوت يجمعتها خير عندك في الغرفة فانت اذا صرت تستخدم مثل كيبورد صوته عالي راح يكون صوته جدا جدا قوي مزعج للي معك في الدسكورد خاصة صرت تلعب العاب اللي بها سبام اللي تضغط مثلا كيو 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 وراء بعضها مثلا او تعطي مثلا تضغطات الماوس وراء بعض راح يسبب للي معك يعني ازعاج شوي المعموم يعني اعتبر زي ما يقولون لحل الله قيمته نوعا ما مرتفع لكن ماوس ماوس شجان يعني سليت مارك كيبورد حين ماوس يعثر مايك نوعا ما ممتاز والميزة فيه جمع تخيل في زر هنا تقضي تضغط الميوت وفي زر هنا تقضي تطور البوالي وتقصر وتخيل تشاب في كي سماعات وبرضه من الخلف تقضي تتحكم في الأشياء الثانية من نفس زي ما تشوفون هذه الأنماط موجودة في الصوت إذا انت بتسجيلة مثلا تخلي تسيرف أنت واحد يعني بأكثر من شي صراحة يعني في أكثر من نمط يعني زيت بعض النيان فعلي يسوون برودكاستر يعني مثلا يكون فيه اثنين في طاولة واحدة مقابلين للبعض ممكن تحطوا المايك في النص ولا سيللقت صوتك وصوتها شخصا ثاني زي ما يشوفونها في الأول بكتستيريو وزي ما تشوفها الثاني على كيفك زي ما تشوف أنواع وأشكال تختارها هذا ميزة صراحة المايك وزينة أنه كبسة زر يعطيه ميوت هذا الشي الثاني فالجياء اللي بعد جوعة الخير عندنا هنا اللي هو برضو عندك من لجتك اللي هي Z315 اللي هي سماعات جوعة الخير أنا استخدم Z115 اللي هي النوع القديم القبل هذا لكن هذا الموديل اللي جوعة الخير الميزة فيه إنه جت سماعتين عندك هنا ممتاز موعم سب أوفر يعني سماعتين وسب أوفر صراحة جدا ممتاز وبرضي راح يدعم 3.5 اللي تقدر تشويك فيه يعني سلك I.O.X ممكن تشوي عليه مثلا تشغله على أي شيء نفس الكابل هذا ممكن تشغله على النفس تقدر تشغله كنترول بود تقدر تشغله على بي سي وعلى بي اس فور أو بي اس فايف أو حتى اللي اكس وكس بنواعها حتى ممكن على التلفزيون ممكن على المونيترز ممكن على سمارتفون ممكن على أي شيء راح يشويك وراح يكون نشغل مية بالمية تمام يعني زي ما تقول فيها سماعتين مضخم وقيمات 78 فزرحها قيماتها رخيصة مره رخيصة مره مره رخيصة برضو يقولك الشحن هنا 48 ريال الآن تطلع 210 ما زعت رخيصة مرة جواتا خير وأشوف أنه استغل العرض هذا خطع اللي يبي سماعة زي ما تشغل 50 وط راح تكون كنت سماعات فصرح تشيحي جدا ممتاز ممكن تقرأ على مواصفات أكثر إذا أنت مهتم أكثر في السماعة إذا أنت ممكن تشغل مراجعات عنها إذا أنت بي لكن تعتبر جدا ممتاز كالسعر بعض السماعات يجيك يعني بدون السب أوفر لكن السعر كان فرق 20 ريال أو 30 ريال فتوقع السب أوفر يستعر 30 ريال شيء يعطيك الباس ومضخمات الموجودة على المثل على نفس الميوزيك والشياء هذه راح يعطيك صوت جدا ممتاز بسماعات راح جدا عادية هي نتوقع أنها سماعات مثلا واو سماعات تعتبر ممتاز على قيمتها يعني طيب عندنا هنا طبع المونيتر أنا أستخدم المونيتر جوتا خير الحين حاليا اللي هي الأي أو سي اللي تكون 27 إنش 2 كي 100 باربين هيرتز لكن لقيتها المونيتر هذه صارت قيمتها جدا ممتازة من إيسر غيمينغ مونيتر الكي جي 271 اللي تكون 27 إنش فل اش دي طبعا اللي ستكون عندك 24 هيرتز راح تدعم اللي هو الام دي فريسينك راح تدعم اللي هو البلو لايت شيلد يقولك بلو لايت شيلد اللي هو مثلا إذا كانت مكان مضلم وشي تكدر تشغل نظام يخلي يقلل النور الأزرق في الشاشة فاي حافظ على حيونك وشياء هذي يقولك إنه زيرو فرايم إنه ما راح تلاحظ أي فرايم يجبونه على أطراف الشاشة فهذا يعطي شكل جميل يعني وضبان سنتين وقيمتها يا جبعة الخير 960 ريال مع الشاحن يعقل تطلع عليك ب 1000 ريال 1000 ريال توقع على 27 إنش تعتبر جدا جدا ممتازة وصراحة إنه حاجة ايسر من ناحية شاشات أشوها جدا ممتازة برضو هني قولك إنه تقبل جبعة الخير الكسر إلى 165 هيرتز فصراحة شي ممتازة هنا ديتيلز أكثر من ناحية توزي من ناحية كل شي لكن ما بيين هنا نوع البانل لكن أتوقع أنها VA إذا ما خبرني لأنه إيسر غالب أن أغلب البانلز عندهم AVA و IBS لكن أتوقع أن هذه لأنها ما هي نتروت راح تكون AVA AVA و IBS كلا ممتازة حتى اللي TN يعني اللي بيلعب الآن مثلا سرعة أو الشيء هذي راح يستمتع بالTN برضو فجوعة خير آخر منتج راح أستعرض لكم لكن لازم نسي تبحث عنه راح أضعوا الهين ثوانية ووجيكم طبعا ما ننسى الماوس العظيم جوعة خير اللي عندنا اللي هو Logitech G502 أنا استخدم صرحة من ثلاث سنوات لكن ما نستخدم نسقة الهيرون اللي عندي استخدم النسقة العادية اللي هي الهيرون لكن الهيرون نفسها لكن يختفر الحساس فقط أو يختلف حتى الشعر لكن بشكل عام نفس الماوس ونفس القصائص وبالتفصيل نفسك الشيء يعني لكن الماوس عندي له ثلاث سنوات ما وجهت منه أي مشكلة جوعة خير زي ما نشوفون فيه أزار كثير جوعة في الماوس يشوفوا أدمع واحد ثلاثة واربعة وخمسة وعندك هنا ستة سبعة ثمانية لضغط الزر هذا تقوم بشكل سريع جدا انه يقولك هنا نمبر وان بعد اللي هو وورد نمبر وان بست سيلنغ يعني يقول أفضل ماوس بيع بالعالم اللي هو الجي 522 اللي هو سعره ممتاز وارضو في إدعام الأوزان إذا بتحب تخليه أزل ثقيل أو خفيف شي راجع لك لك بعض الناس حين نهبتهم ان يكون الماوس خفيف اللي تشوفوه زي ما تشوفون هذا الزرار اللي موجودة عندنا وارضو هنا تشوفوا رقم ثلاثة هنا عندنا اللي هو اللايت أو الارجي بي موجود هنا عشان فيها لتخصص أكثر من أربع بروفايلات للماوس لأربع مستخدمين وبرضو فيها رجي بي كإضاءة بسيطة ممكن تخصص ألوان هذه عن طريق برنامج حق اللوجاتيك نفسه ممكن تخليه كمثلا ريمبو ممكن تخليه أزرق ممكن تخليه أحمر أي لون تبعيه أكثر فيه 16 مليون لون مرتان زي الكيبورد زي الكيبورد هناك ميكانيكا سويتش أكيد كل كيبوردات تخذ لك كل الموسيقى الحالية الغالية أو تتكلم حقيقة ميكانيكا سويتش طيب هناك دول مود سكرول ويل اللي هي لقصتك زي هذه سكرولر نفسه تقوم بتدخليه عادي اللي نسموه سكرولر أو العادي فيه اللي نقولك ال G Shift Button اللي هو رقم خمسة اللي زي هنا نشوف نزر هذا يكون زي حق السنايبر أو شي يضغط عليه رح يقل ال DPI بشكل كبير جدا وأنتم مزوم مثلا بسلاع عشان تركز أكثر أو يخذ اهتزاز بسلاع عندك فصراحة حتى المتريز مصنع منها نفس الماوس جدا ممتازة فأتوقع هذا كل شيء ما أبي طول الفيديو أتمنى أن الفيديو هذا ناله أعجابكم وأعذرونا إذا طولنا عليكم وإذا حصل مننا أي تكسير برضو بالفيديو وإذا يعني شفت في شيء ناقص أو شيء مع جوك الفيديو وارضوا اكتبوا تحت في الوصف وارضوا اكتبوا الأكسسوار تستخدمونها أنتم عشان أن يستفيدوا وغير يستفيد وحطوا مثلا أسعارها كم مشتريها مثلا أنت فإننا خلص الفيديو حقيقي كان معكم باسا يجعل تخير من القناة باسا تكنولوجي سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلا أن تستغفر أكتب إليك في أمان الله اشتركوا في القناة